السلام عليكم ازيكم عامليني يا رب الجميع يكون بخير معنا دلوقتي lesson 4 الدرس الرابع في unit 7 الواحدة السابعة الدرس الرابع هنا بيناقش حاجة اسمها pronunciation يعني النطق فعنجي هنا long and short vowels vowels اللي هي الحروف المتحركة اللي هما the a وال e وال i وال o وال u طيب long يعني طويلة و short يعني قصيرة طيب تعالوا نشوف مثلا هو بيتكلم عن وضوع ده ازاي بيتكلم الاول عن long vowels اللي هي الحروف المتحركة الطويلة فمثلا عندي هنا long e الحرف e ممكن يبقى لي ممكن يتنطق long كده بالصورة الطويلة فهيتنطق e زي اي زي مثلا كلمة seed يعني بذرة كلمة tree يعني شجرة هنا ال e تنطقت e long e لما بنطقها كده جامد بشد عليها دي اسمها long e تمام sheep اللي هو الخروف queen اللي هو الملكة أو اللي هي الملكة طيب عندي اه برضو long o long o تتنطق ازاي تتنطق او كده تمام وده شكل الصوت ده جماعة شكل الصوت يعني انا مثلا لو فتحت اه قموس ومسلا عايز اه اشوف اه كلمة tree دي تتنطق ازاي فهيديني اه اشكال كده في حاجة اسمها transcription اللي هي دول دول اسمهم او دي جزء من transcription اللي هو الاشكال اللي بتقولي الكلمة دي بتتنطق ازاي فهلاقي كلمة tree مكتوبة تي والر حلاقيها مكتوبة بالشكل بتاعها والي حلاقيها مكتوبة بالشكل ده او الحرفين دول حلاقيهم مكتوبين بالشكل ده ليه عشان تتنطق tree تمام فتبقى عادة في نجي اسمها long e تمام يبقى تنطق e tree sheep اوكي long o نفس الكلام هتنطق o والصوت بتاعها هو ده ده شكل الصوت مش شكل الحرف ده الحرف وده الصوت بتاعه هنا فمسلا كلمة دي هتنطق e school طب الكلمة دي tool طب الكلمة دي spoon يبقى هنا long o تتنطق o زي دي noon smooth food zoo pool وهكذا تمام طيب عندي حاجة بقى اسمها short vowels short vowels اللي هي الحروف المتحركة بس اللي بتنطق بصورة قصيرة يعني ما بطولش فيه يعني مثلا هنا short o احنا قلنا في long o بتنطق o طب في long o تنطق ايه? o o o كده زي كده good wool ما اقولش wool لا اقول wool wood اقول ايه cook ما اقول تمام ما اقولش cook لا اقول cook book يبقى هنا الاو هنا هي short o مش long لو long هتنطق book لكن لو هي short اتنطق book تمام طيب فيه short o تاني بس آآ ليها صوت مختلف طب الصوت دي حرفه من ايه من ايه مصر اهو هو ده الصوت بتاعها تمام نطق ايه الصوت ده ايه الصوت ده اه تمام short برضو قصير بس نطق a لكن short ده الصوت ده ايه او او لكن ده اه زي ايه flood blood ما بقولش blood ولا بقول blood لأ blood يبقى long o تمام اه blood يبقى short o بس الصوت ده طيب ام الايه بقى لا هو short o بس الصوت ده اللي هو ايه اللي هو اه يبقى blood زي flood وهكذا تمام تمام تعالوا مسلا نشوف السؤال ده ده زي exercise تاني بات بيقول يريد and circle يعني اقرأ واعمل دايرة the long o تمام اللي هو ايه اللي هو صوته او ده تمام هعمل دايرة على الكلمة اللي فيها ال o long تتنطق ازاي او زي ايه مثلا pool pool اللي هو ايه ايه pool اللي هو حمام سباحة ده long طيب ايه تاني wool wool لا ده ما بقولش wool لا بقول wool لا ايبقى ده مش long blood blood de short مش long ايه تاني اه مثلا كلمة food 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 لا ده long طيب spoon spoon long ايه تاني wood wood الخشى بقولش wood لا بقول wood wood هي دي يبقى short يبقى مش عاملها لها دايرة اه book book اللي هو كتاب برضو دي short school school دي اه اللي هي المدرسة برضو دي long school school اهي long تمام طيب اه هنا مثلا في اه الباكس ده او التابل دي المفروض هاخد الكلمات اللي موجودة هنا احطهم في مكانهم المزبوط على حسب الصوت يعني ده اسمه ايه ده اسمه long long او اللي هي الحاجات اللي فيها او او زي school دي short short او ودي برضو short او بس زي ما احنا قلنا فيه اختلافات من دي في النطق هنا وهنا الاتنين short قصيرين بس جي هتنطق او وجي هتنطق او تمام وجي اللي هي ايه اللي هي long ايه يبقى جي long ايه طيب tool tool اداء جي long او يبقى حطها هنا اجي tool three three long ايه يبقى حطها هنا three ايه يبقى جي خلاص wool wool اللي هو الصوف طيب الصوف ده ايه short او بس انهي او يبقى مش ده ده يبقى wool طيب wood نفس الكلام short او wood احطا هنا طيب school school اللي هي المدرسة long او يبقى فين ايه school طيب cheese cheese اللي هي جيبنا جي long ايه cheese جميل book book اللي هو الكتاب ده ايه ده short او book book اهو flood flood ولا قلت flood ولا قلت flood قلت flood يبقى هو ده الصوت اللي هو الشبه الايه ده flood اوكي long او اناسف short او بس اتنطق اه تمام blood نفس الموضوع هنا blood short short ايه short او blood smooth smooth يعني ناعم طيب احطا فين دي long او smooth اهي تمام food 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 طعام احطا في long او food طيب ايه تاني queen queen the long ايه queen اوكي كده يبقى خلصنا on lesson four الدرس الرابع كان بسيطة هو سهل اتعلمنا فيه شوية sounds اصوات اه ناخد بالنا جماعة الأصوات دي برضو جزء مهم من دراسة الإنجليش من دراسة أي لغة عموما تمام اللغة يبقى فيها speaking عشان speaking اللي هو التحدث دي مهارة مهمة في التعلم اللغة وعشان تتكلم كويس مش كويس انت تبقى عارف كلمات بس لا المهم جدا تبقى عارف كلمات وتنطقها ازاي ولما تيجي تفتح قموس تبقى عارف الكلمة دي حتتنطق ازاي على حسب الأصوات اللي موجودة فيها ده بالنسبة لسبيكينج كده لسبيكينج وإيه تاني والليسنينج الاستماع ورايتنج الكتابة كل دول من أساسيات تعلم اللغة فما نهملش الجزء بتاع ولا برضو الجزء بتاع الليسنينج وأتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جاي وسلام